مشاهدين أهلا بكم مجددا إلى فقرات استشاراتكم نبدأ بسؤال الأول وردنا عبر صفحة الفيسبوك من طرف السيد رياض سيحالي يقول فيه السؤال الموجه لك أستاذ لحسن يقول هل يتم تقديم السارق ضحية الضرب والجرح أمام العدالة بصفته السارق أم فقط ضحية الضرب والجرح؟ لا عنده ملفين مفصولين عنده ملف تاع السارق اللي هي محاولة سارقة ملف وحده وعنده ملف اللي هو ضحية اللي يشكى بصاحب المنزل الذي وفق نظرته اعتدى عليه أثناء القيام بهذه السارقة يعني يفوتوا ملفين مفصولين والعدالة تفصل بالملف الأول وملف الثاني ما عندهم حتى علاقة نهائيا لأنه كل واقعة وحدها حتى المركز القانونية تختلف لو يمكن أنك تفوت ملف واحد يكون فيها الضحية ومتهم ومتهم وضحية يعني رح يكون صاحب المنزل في ملف ضحية في ملف سارقة ضحية والسارقة المضروب يعتبر متهم وفي ملف آخر يعتبر سارقة ضحية وصاحب المنزل هو المتهم نعم بارك روفيك السؤال الثاني أيضا موجه ليك أستاذ الحسن من طرف سيد عبد الله بتراوي تقريبا لنفس سؤال قال هل يتم الفصل في الملفين حتى يتوضح سبب الضرب الذي يعتبر نتيجة حتمية عن دفاع النفس لا هو سلطة تقديرية للقاضي بعد ما يشوف الوقاع بعد ما يشوف القانون ويشوف هل هناك حالة دفاع شرعي أملا لأنه ولا واحد مؤهل مهما كانت صالحيته للنيابة للمحامون للضبطية القضائية لأي أحد يستطيع أن يقول هل كنت أنت دافع عنه هل كنت تمارس في حقك في الدفاع الشرعي عنه نفس أم لا إلا قاضي الموضوع الذي يكون عنده الملف هو المؤهل لوحي قانون مبارك الله فيك أستاذ الحسن دواتي أستاذ حمزة كلمة أخيرة باختصار وسامحك شكرا على هذا الحصة لأن المجتمع الجزائري أو المواطن الجزائري عنده غياب في تقافة القانون يعني خصنا أمور خصنا مبادرات أن نعلم حقوقه والواجبات يعني حقوق وواجبات تعريف بالقوانين مش عيب أن نتعلمه اليوم ماذا نحن نتعلم نحن نتعلمه نعلمه هذه الحياة كما يقول لكن يعني الفيوغاليزازيون دوالالوا دوالالدفار هذي الأمور هذي كامل رح تتطلب مرونة في الإجراءات في التعامل كما قال الأستاذ الإنسان اللي كان يجيه حاجة كبيرة علش جش كبير وانا وانا وضحية يعني ولي شوفها من نظرة أخرى يعني يشوف بليل القانون لازم كما يطبق وليزم يحترم ولازم يحترموا الإجراءات ويكون بليه إجراءات يعني مع هذه الممارسة اللي نقدرون يعني نقدرون نتقدموه نقدرون يعني نتجاوزوا العديد من المشاكل اللي في الأصل هي مشي مشاكل يعني هي شبه مشاكل مارك لوفي